في الجزء ده هنتكلم مع بعض إن شاء الله على الـ Classes اللي بتعتبر مهمة جدا في برمجة بايثون أو البرمجة عموما خلينا نبدأ بمثال أنا هعرف قائمة أرقام بالشكل ده دلوقتي أنت اتعلمت أنه لما بنستخدم الـ Dot Notation بيبقى عندنا إمكانية الوصول لكل الدوال أو بشكل أضاق الـ Methods اللي موجودة في الكائنات يعني أي كائن لست في بايثون بيبقى فيه الوظائف دي طيب إيه رأيك مش هيبقى لطيف أكتر لو قدرنا نعمل كائن زي Shopping Card والكائن ده يكون فيه Methods زي Add و Remove و Get Total بالشكل ده أو كمثال تاني إيه رأيك مش هيبقى جميل لو كان عندنا كائن اسمه Point يكون فيه Methods زي Draw و Move و Get Distance علشان نحسب المسافة بين النقطة دي ونقطة تانية مثلا فهنا بقى تيجي الـ Classes علشان تلعب دورها الـ Class هو ببساطة مخطط لإنشاء كائنات جديدة طول الكورس كنا بنسمع كلمة Class على سبيل المثال لو عرفنا متغير وخليناه كعدد صحيح وبعدين طبعنا النوع بتاعه لما نشغل البرنامج إيه اللي هنشوفه هنا هنشوف حاجة زي Class of Int يعني في بايثون عندنا Class اسمه Int لإنشاء الأعداد الصحيحة أو الأعداد الانتجر وبالمثل عندنا Classes لإنشاء البوليانز واللستس والدكشنرز وهكذا يعني أي كائن في بايثون بيتعامل باستخدام Class اللي بيبقى بمثابة مخطط لإنشاء الكائنات من النوع ده في الجزء ده إن شاء الله هتتعلم بقى إزاي تعمل Classes بنفسك زي Point و Shopping Card و Customer وهكذا لكن قبل ما نبدأ خلينا نعرف شوية مصطلحات تاني، الـ Class هو مجرد مخطط أو Blueprint لإنشاء كائنات جديدة أما الكائن أو Object فهو Instance مثال أو نموذج حقيقي من الـ Class أو المخطط ده كمثال ممكن يكون عندنا Class اسمه Human والـ Class ده بيعرف كل صفات البشر وبعدين ممكن ننشئ منه كائنات زي أحمد وعلي وصارة وهكذا وده الفرق بين الـ Class والـ Object كتير من الناس بتستخدم المصطلحات دي بشكل متبادل لكن تقنياً الـ Class والـ Object مختلفين دلوقتي إنت فهمت يعني إيه Classes وفايدتها في المحاضرة الجاية هوريك إزاي تنشئ Class بنفسك في بايسون تمام، دلوقتي خلينا نشوف إزاي نقدر نعمل Point Class في بايسون أولاً بنبدأ التعريف بكلمة Class وبعدين بندي الـ Class اسم زي Point خد بالك، هنا إني بستخدم الـ Pascal Naming Convention وده مختلف عن طريقة تسمية اللي بنستخدمها للمتغيرات والدوال لتسمية المتغيرات والدوال بنستخدم الحروف الصغيرة وبنفصل الكلمات باستخدام الشرطة السفلية لكن في تسمية الـ Classes بنستخدم طريقة مختلفة اسمها Pascal Naming Convention واللي بتقول إن أول حرف في كل كلمة يكون حرف كبير وده اللي بيميز كل كلمة عن التانية وما بنستخدمش Underscore لفصل الكلمات كمثال، ممكن نسمي الـ Classes D My Point هتلاقي أول حرف في كل كلمة حرف كبير وما فيش Underscore للفصل بين الكلمات تمام؟ دلوقتي نرجع للإسم الثاني بتاعنا Point بعد كده بنضيف نقطتين للإشارة إن اللي جاي هيبقى تبع الكود ده في الكود ده بنعرف كل الخصائص والوظائف المرتبطة بالPoints كمثال، ممكن نعرف دوال لرسم النقطة أو لتحركها لمكان جديد أو لحساب المسافة بينها وبين نقطة تانية مثال، هنعرف دلة اسمها Draw وحطينا الأقواس بتاعتها طيب دلوقتي أي دلة جوه الـ Class لازم يكون فيها على الأقل برامتر واحد وبنسمي البرامتر ده Self هتفهم ده كمان شوية لكن أصبر معايا بس بعد كده بنضيف نقطتين ونكتب الكود اللي جوه الدلة خلينا هنا بس نطبع كلمة Draw على الشاشة كده عندنا Class أو مخطط لإنشاء كائنات من النوع Point وكل كائن Point هننشئه دلوقتي هيكون فيه الدلة Draw D طيب، علشان ننشئ كائن Point بننادي على الـ Class كأنه دلة بالشكل ده فده كده هيرجع لنا كائن من النوع Point واللي ممكن نخزنه في متغير زي Point فدلوقتي لو استخدمنا الـ Dot Operator مع المتغير ده أو الكائن ده هنشوف إنه بيحتوي على الدلة Draw ومعاها شوية وظائف تانية إحنا مش عارفينها لسه لكن الكائن Point واخد الوظائف دي من كائن تاني في Python عن طريق حاجة اسمها الـ Inheritance أو الوراثة وهنتكلم عليها لاحقا في الجزء ده من الكورس إن شاء الله طيب، لو طبعنا النوع بتاع Point وشغلنا البرنامج هنلاقي حاجة زي class of main.point كلمة main هنا هي اسم الموديول أو الملف اللي بنشتغل عليه وهنشوف الموضوع ده لاحقا برضو إن شاء الله وبوينت بقى هو نوع المتغير اللي عاوزين نعرفه وشوفنا الـ Type Function قبل كده واستخدمناها خلال الكورس في دلة تانية مفيدة كمان اسمها أحيانا بيكون عندنا كائن وعايزين نعرف إذا كان الكائن ده إنستانس أو تم إنشاؤه من كلاس معين مثال، ممكن نشوف إذا كان الكائن Point هو إنستانس من الـ Point Class لما نشغل البرنامج ونطبع النتيجة هتلاقي True وده معناه إن الكائن Point هو إنستانس من الـ Point Class لو غيرنا الكلاس لـ Int مثلا فالكائن Point أكيد مش هيكون إنستانس من الـ Int Class ولما نشغل البرنامج هنلاقي النتيجة False وده كده كان شرح لإنشاء Custom Classes أو Classes إنت اللي عاملها في بايثون لحد كده تمام لكن الكائنات Point بتاعتنا دي محتاجة قيم مبدئية زي X و Y وعلشان نحط القيم دي بنحتاج Constructor وده هيكون موضوع المحاضرة الجاية إن شاء الله طيب هنا لما بننشئ Object من النوع Point عايزين ندي قيم مبتدائية للإحداثيات X و Y زي 1 و 2 مثلا علشان نعمل ده بنحتاج حاجة اسمها Constructor وده عبارة عن مثود خاصة بتشتغل تلقائيا لما بننشئ Object جديد طيب خليني أوريك إزاي تعمل Constructor في الpoint class بتاعتنا بنعرف فانشن جديدة اسم الفانشن دي لازم يكون double underline init double underline وده بيعتبر ده اللي خاصة اسمها Magic Method في البيثون كلاسز في مجموعة من الماجيك ميثودز وهنعرف أكتر عنهم في الجزء ده إن شاء الله فالماجيك ميثود دي بنسميها Constructor وبتتنفذ تلقائي لما بننشئ Point Object جديد زي ما قلت قبل كده كل الميثودز اللي بنعرفها في أي كلاس لازم يكون ليها على الأقل برامتر واحد بنسميه Self وهتشوف معناها كمان شوية إن شاء الله هنضيف Self وبعدين نضيف أي برامترز إضافية نحتاجها لتكوين الpoint object زي X و Y طيب إيه هو السلف ده؟ السلف ده هو ريفرانس أو مرجع بيشير للpoint object الحالي اللي تم إنشاؤه على سبيل المثال هنا مثلا لما بنستدعي الpoint class بايسون بشكل تلقائي بيروح ينشئ داخلياً Point Object في الزاكرة وبيخلي السلف تشير للpoint object ده الpoint object ده بيكون في مجموعة من الميثودز زي اللي شفتها قبل كده ولما بنستخدم ال.operator بنقدر نشوف كل الميثودز اللي موجودة في الpoint object ده كمان ممكن يكون فيه attributes وهي عبارة عن متغيرات بتحتوي على بيانات عن الobject ده على سبيل المثال ممكن يكون عندنا attributes زي X و Y واللي نقدر نطبعهم على الترمنال بسهولة بمعنى تاني الclass أو الobject هو عبارة عن شيء بيجمع بيانات ووظائف متعلقة بالبيانات دي في وحدة وحدة فكر في الإنسان مثلا على سبيل المثال الإنسان ممكن يكون عنده خصائص أو attributes زي لون العين والطول والوزن وهكذا بالإضافة إلى بعض الوظائف زي إنه بيتكلم بيمشي بياكل وهكذا تمام؟ طيب خلينا نرجع للكونستركتور قلنا إن الself هو مرجع للobject الحالي اللي تم إنشاؤه فبنقدر نستخدمه لتعيين القيم للattributes زي X و Y للobject ده زي كده بنكتب self.x ونعينها مثلا لقيمة افتراضية زي صفر لو حابين أو ممكن للقيمة X اللي بنستلمها أثناء الإنشاء من خلال الدلة دي ونفس الكلام للself.y للقيمة Y دلوقتي مع الكود ده لما نستخدم ال .operator هنشوف الميثود draw وكمان الخصائص أو الattributes الجديدة X و Y وبسهولة نقدر نطبع point.x على الترمينال طيب نرجع هنا للdraw method هتلاحظ هنا إننا عندنا البرامتر self وبالتالي باستخدامها نقدر نوصل للobject الحالي وبالتالي نقدر نقرأ قيم الخصائص بتاعته زي X و Y فهنا هغير جملة الطبعة وخلينا نمرر formatted string بالشكل ده point.off جوه الأقواس هحط self.x بعدين فصلة وبعدين self.y لاحظ كده فباستخدام الself نقدر ننشئ خصائص للobject جوه الكلاس ونقدر نقرأ الخصائص دي بعد كده داخل الobject ده من خلال تمرير الself برضو داخل أي مثود تانية جوه نفس الobject دلوقتي هنغير السطر 11 ببساطة لاستدعاء point.draw احفظ التغييرات شغل البرنامج ودي النتيجة اللي هنحصل عليها الشيء المثير هنا هو إنه لما استدعينا الدرو مثود هنا ما كانش لازم نمرر أي قيمة للself برامتر على الرغم من إن كل الدوال هنا بتاخد الself بشكل تلقائي زي ما قلنا ده لأن بايثون بتتعامل مع الموضوع ده برضو بشكل تلقائي من الناحية التقنية ممكن نرجع هنا ونمرر الobject point كمرجع للكائن الحالي لكن ده في الحقيقة غير ضروري وبيعمل زحمة في الكود بدون فايدة فالحاجة اللي لازم تركز عليها هي كالتالي الميثودز اللي بنعرفها في الكلاس لازم يكون فيها على الأقل برامتر واحد واللي بالعرف كده بنسميه self وده مؤشر أو مرجع للكائن الحالي اللي شغالين عليه ولما بنستدعي الميثودز الخاصة بobject معين مش بنحتاج نمرر أي قيمة للبرامتر ده لأن البيسون انتربريتر بيعمل ده تلقائيا في المحاضرة اللي فاتت عرفنا اتنين attributes للpoint objects بتاعتنا في الكونستركتور بتاع الpoint clause يعني دلوقتي لما نيجي ننشئ point object جديد الpoint object ده هيكون فيه الاتنين attributes دول بشكل افتراضي كمان ممكن نعرف attributes بعد ما ننشئ الpoint object يعني مثلا ممكن نخلي point.z يساوي 10 وده لأن الobjects في بايسون ديناميكية زي اللي موجودة في جواسكريبت كده وبالتالي مش لازم نعرف كل attributes جوه الكونستركتور ممكن نضيفهم بعدين لما نحتاج دلوقتي المهم تفهم ان كل الاتريبيوتس اللي عرفناها لحد دلوقتي زي x, y, z دي اسمها instance attributes بمعنى انها attributes خاصة بالinstances او الobjects اللي احنا انشأناها من الكلاص كل كائن او كل point object ممكن يكون له قيم مختلفة للاتريبيوتس دي مثال على كده عندنا point object واحد بالقيم دي ممكن ننشئ point object تاني بقيم مختلفة تماما وبعدين نرسمه على الترمينال لما نشغل البرنامج هنشوف ان عندنا اتنين point object وكل واحد مستقل عن التاني وكل واحد عنده الاتريبيوتس الخاصة بي زي معالي وصارة ممكن يكون عندهم الوان عيون مختلفة فدي هي الinstance attributes او خصائص خاصة بكل كائن على حدة لكن كمان ممكن نعرف حاجة اسمها class attributes ودي attributes بنعرفها على مستوى الكلاص نفسه وبتبقى متشابهة عند كل الانستنسز اللي بننشئها من الكلاص ده كأننا بنقول ان كل البشر عندهم عينين وودنين فالاتريبيوتس دي او الخصائص دي موجودة على مستوى الكلاص وبتتشاركها كل الانستنسز نرجع لمثال الpoint هنا ممكن نعرف class level attribute في جسم الكلاص زي كده ممكن نقول مثلا default color وبساطة استخدمت string هنا علشان نبهد عن استخدام الكلار objectives دلوقتي علشان ما نتشعبش ما علينا من الموضوع ده دلوقتي دلوقتي اللي عادوا تفهموا ان بقى عندنا class level attribute ونقدر نقرأها من خلال class reference او حتى الobject reference خليني اوضح لك انا اصدق ايه هنا عندنا point object في السطر ده نقدر نستخدم الobject reference ده علشان نوصل لل default color attribute ونطبعه ولكن كمان ممكن نستخدم الpoint class نفسه علشان نوصل لنفس الattribute لما نطبع الاثنين ونشغل البرنامج هنشوف ان القيمة رد الطبعة مرتين زي ما قلتلك قبل كده الclass attributes بتتشاركها كل الinstances اللي معمولة من الclass فهنا قبل ما نطبع ال default color لو غيرنا قيمة point.default color وخليناها مثلا yellow لاحظ اننا هنا بنستخدم الclass reference مش الobject reference يعني يشغلين على مستوى الclass لما نشغل البرنامج هنلاقي ان ال default color لكل الpoint objectives بقى yellow ونفس الكلام لو طبعنا another.default color فبالتالي الclass attributes بتتشاركها كل الinstances اللي من الclass وبالتالي اي تغيير في قيمة الclass level attribute بيكون مرئي لكل الobjects اللي من النوع ده لكن بشكل عملي اغلب الوقت هتستخدم الinstance attributes لكن في مواقف معينة ممكن تحتاج تعرف class level attribute يتشارك بين كل الobjects من النوع ده في المحاضرة الاخيرة انت تعلمت الفرق بين الinstance attributes والclass attributes عندنا نفس المفهوم بخصوص الميثودز اللي بنعرفها في الكلاص يعني عندنا instance methods وعندنا كمان class methods في المثال ده كل الميثودز اللي احنا عرفناها في الpoint class هم instance methods فاحنا بنقدر نستدعيهم باستخدام instance من الpoint class يعني باستخدام object من الكلاص ده بشكل عام احنا بنستخدم الinstance methods لما بنحتاج نشير لobject معين على سبيل المثال لما بنرسم نقطة احنا فعلا بنحتاج نشتغل مع point object معين بالتحديد علشان نرسمه علشان كده الdraw method متعرفة كinstance method لكن فيه اوقات مش بنحتاج object موجود حاليا وده لما بنستخدم الكلاص method على سبيل المثال لو فرضنا ان في البرنامج بتاعنا في حالات كتير بنحتاج فيها نعمل point جديدة بالقيم الابتدائية زي صفر وصفر فدي كده طريقة واحدة علشان نعمل الpoint object وده تمام ماشي ولكن لو الحالة دي بنحتاجها ومتكررة كتير فممكن نعمل كده بطريقة اسهل زي كده مثلا point لاحظ هنا اننا بنستخدم الكلاص reference وبعدها .0 في الحالة دي zero هي method متعرفة على مستوى الكلاص ولما نستدعيها هي هترجع point object متهيئ بالقيم دي فاحنا ممكن ناخد الpoint object ده ونعينه للمتغير point في المثال ده احنا بنسمي ال zero method دي factory method لانها زي المصنع كده بتنشئ object جديد وبترجعه لنا المثال ده بسيط جدا عمل نقطة بقيم ابتدائية زي دي مش حاجة كبيرة لكن في اوقات تهيئة object معين ممكن تكون معقدة جدا فكل مرة عايز تعمل object معين ثابت بقيم ثابتة ممكن تحتاج تمرر قيم معقدة هنا وتكرر ده في اماكن كتير في البرنامج في الحالة دي بدل ما اتمرر القيم دي كل مرة ممكن تعرف factory method اللي هترجع object جاهز بالقيم دي وباستخدام الطريقة دي تقدر تنقل التعايد الخاص بعمل object داخل factory method بترجع لك ال object ده طيب خلينا نحزف اللي في السطر ده ونشوف ازاي ممكن نعرف method على مستوى ال class نرجع للpoint class ونعرف method اسمها zero ونسمي اول برامتر فيها cls وهو اختصار لclass ده مجرد عرف ممكن نسميها اي حاجة لكن بالعرف لما نعرف class method بنسمي اول برامتر فيها cls وزي ما توقعت ده بيكون مرجع للكلاس نفسها فاحنا هنا مش بنشتغل مع point object او point instance طيب علشان نخليها class method لازم نضيف حاجة قبلها اسمها decorator بالشكل ده at class method ده بنسميه decorator وهو حاجة بنضيفها على الدوال بتاعتنا علشان نضيف لها بعض الوظائف والتصرفات اللي مش موجودة فيها هنشوف بعدين ان شاء الله ازاي the decorators بيشتغلوا ولكن دلوقتي ده كل المحتاج تعمله علشان تعمل class method في python دلوقتي في class method دي عندنا مرجع للكلاس فباستخدام ده ممكن ننشئ point object جديد بقيم ابتدائية فاحنا بنستدعي ال-cls ونديها القيم دي ده بالضبط زي استدعاء point of zero و zero الفرق هو انه لما استخدمنا ال-cls فده اثناء التنفيذ بيعتبر مرجع للpoint class برضو وبيثون بيمرره تلقائي لل-zero method فاحنا هنا هنستخدمه علشان ننشئ point object وبعدين نرجعه احفظ التغييرات دلوقتي لما نشغل البرنامج هنحصل على point بالقيم الابتدائية دي خلال الكورس ذكرت الماجيك ميثودز كذا مرة دي ميثودز عندها شرطتين تحت بعض في البداية والنهاية في اسمها وبيتم استدعاءها تلقائيا بوسطة ال-python interpreter او مترجم بايثون بناء على الطريقة اللي بنستخدم بيها الكائنات وال-classes على سبيل المثال هنا عندنا ال-init magic method احنا مش بنستدعيها احنا ولكن هي بتستدعى تلقائيا من قبل مترجم بايثون لما بننشئ object جديد طيب دلوقتي عندنا عدد كبير من الماجيك ميثودز في بايثون خلال المحاضرات الجاية ان شاء الله هتتعلم عن الاهم منهم لكن لو عايز تشوف القيمة الكاملة ابحث ببساطة عن python 3 magic methods شوف اول صفحة هنا a guide to python's magic methods في الحقيقة ال-documentation دي محترمة جدا يمكن كمان احسن من ال-documentation بتاعت بايثون نفسها في الصفحة دي ممكن نشوف الماجيك ميثودز المختلفة متقسمة في فئات مختلفة مع امثلة لتوضيح على سبيل المثال بص على فئة representing your classes دي هي الماجيك ميثودز الموجودة في الفئة دي اول واحدة str مفيدة جدا ودي بتستدعى لما نحاول نحول object معين الى string خليني اواريك ازاي بتشتغل نرجع للكود بتاعنا عندنا ال-point object ده لو حاولنا نطبعه على الترمينال شايف النتيجة بنحصل على اسم الموديول متبوعا باسم ال-class وعنوان ال-point object ده في الزاكرة ده هو الشكل الافتراضي اللي راجع من ال-str magic method في ال-point object بتاعنا فلو كتبنا point. ممكن نشوف كل الماجيك ميثودز المتاحة في ال-point object احنا معرفناش احنا بنفسنا الميثودز دي داخل الكلاس بتاعتنا ولكن ال-point object وارثهم من كائن تاني ده اللي بنسميه inheritance وهتتعلم عنه قريبا ان شاء الله في القائمة دي عندنا ال-str method فبشكل افتراضي ده بيرجع اسم الكلاس بتاع الكائن ده متبوعا بعنوانه في الزاكرة دلوقتي خلينا نوعيد تعريف ال-str method علشان نحصل على نتيجة افضل فهنمسح الكلام ده من هنا نرجع للكلاس بتاعنا ونعرف ال-str method كده شرطتين تحت بعض str شرطتين تحت بعض زي ما قلنا قبل كده اول برامتر هيكون self هنا ببساطة هنرجع تمثيل نصي للكائن ده هرجع formatted string وفي النص ده هضيف اقواس واول حاجة هنضيف self.x وبعدين كومة وبعدين self.y احفظ التغييرات دلوقتي لما نطبع point object ده اللي بنحصل عليه وده شيء مفيد جدا بنحصل على نفس النتيجة برضو لحوالنا نحول point object لنص باستخدام str function بنحصل على نفس النتيجة برضو يبقى ال-init وال-str هم مثالين على magic methods مفيدة في بايثون خلال المحاضرات الجاية ان شاء الله هتتعلم عن magic methods المفيدة في بايثون التانية فيه اوقات بنحتاج فيها نقارن بين اتنين objects مثلا هنا عندنا object اسمه point لو عرفنا object تاني بنفس القيم بالزبط وبعدين قارناهم وطبعنا النتيجة تفتكر ايه اللي هيطلع خلينا نشوف النتيجة طلعت false ايه اللي بيحصل هنا السبب اننا بنحصل على false ان الافتراضي في equality operator هو انه بيقارن بين references او addresses بتاعة الobjects دي في الزاكرة في الحالة دي المتغيرين دول متخزن فيهم عنوين مختلفة لتنين objects مختلفين في الزاكرة وعلشان كده مش بيعتبرهم متسويين علشان نحل المشكلة دي بنحتاج magic method الماجيك method دي بتشتغل لما نقارن بين اثنين objectives نرجع للصفحة دي تاني هنا عندنا comparison magic methods خلينا نشوفها دي كل الماجيك methods اللي ممكن نستخدمها للمقارنة بين اثنين objectives مثلا عندنا EQ اللي بنستخدمها لاختبار التساوي وعندنا NE اللي معناها not equal وعندنا LT اللي معناها less than greater than وهكذا نرجع لل point class بتاعتنا فهنحتاج هنا نعرف EQ magic method في الصفحة هنلاقي ان الميثود دي بتحتاج اثنين parameters الself والother دلوقتي في الميثود دي عاوزين نرجع true لو الobjects متسويين وfalse لو مش متسويين فممكن نكتب تعبير زي ده self.x equal other.x and self.y equal other.y فلو التعبير ده قيمته true يبقى احنا هنعتبر اللي اثنين object دول متسويين دلوقتي نحفظ التعادلات نشغل البرنامج تاني والنتيجة بتطلع true جميل جدا طيب ماذا لو عاوزين نقارن بين two point objects بالطريقة دي if point اكبر من other نشغل البرنامج هنحصل على type error لان greater than operator مش مدعوم بين instances بتاعة point class عنشان نحل المشكلة دي بنحتاج نعرف magic method تانية والمرة دي هنعرف gt او magic method زي ما عملنا قبل كده هنضيف اتنين parameter self والother ونكتب كود زي ده return self dot x اكبر من other dot x and self dot y اكبر من other dot y نحفظ اتعادلات وخلينا نغير قيم x y لأول point لعشر وعشرين مثلا علشان نختبر فدلوقتي الpoint الاول اكبر من الpoint التاني نشغل البرنامج النتيجة بتطلع true جميل جدا طيب ماذا لو غيرنا دي للس زين النتيجة هتطلع false فزي ما شفت مش محتاج تكتب كود كل الoperators بشكل صريح في الكود فهنا احنا كتبنا بس كود ال greater زين وبيثون هيقدر هو بشكل تلقائي يتعامل مع ال less زين operator كمان عندنا magic methods علشان نعمل عمليات حسابية بين الobjects مثلا لو عاوزين نجمع نقطتين لما نشغل البرنامج طبيعي هيطلع error فنرجع لقائمة magic methods هنلاقي عندنا numeric magic methods في الفئة دي لو نزلنا تحت شوية هنلاقي العمليات الحسابية العادية او normal arithmetic operators زي add والsubtract والmultiply وهكذا طيب عشان نجمع نقطتين بنحتاج ننفذ add method فهنعرف هنا add ونضيف اتنين parameters self والother ونضيف وهنا ببساطة هنرجع object جديد بالقيم دي self.x زائد other.x ده هو الارجومنت الاولاني وself.y زائد other.y الموضوع بسيط جدا نحفظ التعديلات نشغل البرنامج وهنشوف object جديد بالعنوان ده كده في الزاكرة بس مش هنشوف بس مش هنشوف قيم x و y مباشرة لان في المثال ده شلنا الر magic method لكن مع ذلك لو خزنا نتيجة العملية الحسابية دي في المتغير جديد زي combine مثلا وطبعنا combine.x هنلاقي الناتج 11 وده بيثبت فعلا اننا جمعنا بين النقطتين بنجاح في بداية الكورس اتعلمت عن هياكل البيانات الشائعة في بيثن اتعلمت عن listes والsets والdictioners وهكذا الهياكل دي او انواع الحويات دي مفيدة جدا وبتكفي في معظم الحالات لكن في اوقات بتحتاج تصمم انواع من الكونتينرز او حويات بيانات خاصة بيك مثلا هنا عندنا كلاس اسمه cloud tag هنكتبه مع بعض دلوقتي من الصفر ان شاء الله الكلاس ده هيخلينا نتابع عدد التاجز المختلفة على مدونة زي مثلا كام مقالة عندنا عليها تاج باسم python او javascript وهكذا وعلشان الكلاس ده بيمس الكونتينر فهو بيدعم عمليات مختلفة مرتبطة بالحويات هنا مثلا شوية امثلة خليني اعمل object من الكلاس ده دلوقتي بما انه container نقدر نجيب عدد العناصر اللي فيه كمان نقدر نجيب عنصر معين باستخدام مفتاحه مثلا نجيب عدد المقالات اللي عليها تاج باسم python وكمان نقدر نعدل القيمة دي واخيرا نقدر نمر على كل العناصر في الحوية او نعمل loop عليها زي كده for tag in cloud وممكن هنا نطبع التاج مثلا وعدده وهكذا فالعمليات دي كده مدعومة في النوع المخصص ده من الحويات طيب خليني اواريك ازاي ننفذ class زي ده بنعمل class نسميه cloud tag طيب دلوقتي داخليا هنستخدم واحد او اكتر من هياك الالبانات المدمجة زي listes والdictionaries وهكذا في الحالة دي هنستخدم dictionary لانه بيسمح لنا بسرعة نجيب عدد اي تاج فاول حاجة بنعرف constructor بياخد self وفيه بنهاية او بنعمل خاصية اسمها tags كدكشنري فاضية بعد كده ممكن نضيف method زي add واللي بتاخد تاج معين وهنا بنشيج اولا لو عندنا التاج ده في الدكشنري لو مش موجود بنضيف ه بالقيمة واحد ولكن لو موجود بالفعل بنزود قيمته بواحد وعلشان ننفذ المنطق ده ممكن نستخدم الطريقة ده هنقول self dot tags وهنستخدم الget method علشان نجيب العنصر بالمفتاح ده وندي default value لو مش موجود دلوقتي ده هيرجع لنا عدد التاج ده في الدكشنري بعد كده هنزود القيمة بواحد وفي الاخر نحدس القيمة للمفتاح ده فهنقول قيمة self dot tags للتاج او المفتاح ده في الدكشنري بيساوي القيمة الجديدة دي تمام دلوقتي خلينا نجرب البرنامج لحد النقطة دي هنعمل cloud object ونستدعي الاد method كذا مرة خلينا نضيف bison ثلاث مرات مثلا وبعدين نطبع cloud dot tags لما نشغل البرنامج هنلاقي في الدكشنري مفتاح واحد bison وقيمته ثلاثة جميل جدا طيب دلوقتي ممكن تسأل ليه عمل تكلاس مخصص بدل ما استخدم الدكشنري العادي وخلاص السبب هو اني عايز اخلي الكلاص ده ازكى شوية من الدكشنري العادي مثلا لو اضفت تاج باسم python بحرف كبير فنيا ده احنا عارفين ان ده نفس تاج زي python بالحروف الصغيرة ولكن لما نشغل البرنامج المفروض نشوف python مقرر ثلاث مرات لكن اللي بيحصل اننا بنشوف عنصرين منفصلين وده هو سلوك الدكشنري العادي مش زاكي كفاية انه يعرف ان ده نفس التاج او نفس المفتاح عند الاضافة علشان كده في الكلاص ده هنزود احنا خصائص الدكشنري العادي بحس يتعامل مع حساسية الحروف دي فاي تاج نستقبله هنا هنحول الاول لحروف صغيرة سواء عند الاضافة او عند القراءة نحفظ التعديلات ونشغل البرنامج مرة تانية هنلاقي المشكلة اتحلت جميل جدا دلوقتي مع الكلاص ده بنعمل encapsulate او بنحوي التعائدات المرتبطة بالتعامل مع حساسية الحروف لما نستخدم الكلاص ده بعد كده مش محتاجين نفكر في الحروف الكبيرة او الصغيرة كدنا هيبقى انضف وابسط التعقيد كله متخبي جوا كلاس الكلود تاج ومش باين لباقي البرنامج تمام طيب خلينا نرفع المستوى شوية عايز دلوقتي اقدر اقرأ عدد تاج معين بالطريقة باستخدام الاقواس المربعة علشان نعمل كده لازم ننفذ ماجيك ميسود اسمها جيت ايتم فبنعرف هنا الجيت ايتم الدلة دي بتاخد سيلف وكي والكي هو في الحالة دي هو التاج وفي الميسود دي هنرجع سيلف دوت تاجز دوت جيت للتاج ده ولو المفتاح مش موجود بنرجع صفر بشكل الافتراضي كمان مرة تانية المفروض هنحول المفتاح ده الاول لحروف صغيرة بالطريقة دي زي ما انت شايف نقدر بسهولة نجيب عدد تاج معين واخد بالك مع الدكشنري العادي برضو لو التاج مش موجود الدكشنري هيعمل error لكن مع الكود بتاعنا دلوقتي والكلاس البديل ده فالمشكلة مش موجودة لانه لازم ننفذ ماجيك ميسو التانية اسمها set item الطريقة بسيطة جدا بنعرف set item اللي بتاخد ثلاثة برامتر وفي الحالة دي المفتاح هو التاج والقيمة هي الكون او عدد المرات فهنا بنحدد self.tags لل tag.lower وهنقول بيساوي الكون الجديد اللي عاوزين نحطه للتاج ده فبالطريقة دي نقدر هنا دلوقتي نحدد قيمة او عدد معين للتاج ده طيب دلوقتي علشان نقدر نجيب عدد العناصر الموجودة في الكلود تاج ده لازم ننفذ الموضوع بسيط جدا برضو بنعرف اللي بتاخد فقط self وفيها بنرجع lenofself.tags واخيرا علشان نخلي الكلاس ده يعني نقدر نمر عليه باستخدام لازم ننفذ magic method اسمها ether فبنعرف ether اللي بتاخد self وكل اللي علينا هنا نعمله دلوقتي هو استخدام واحدة من الدوال المدمجة علشان نحصل منها على iterator object والiterator object البساطة هو كائن بيحتوي على عدة عناصر وتقدر تلف عليه وتجيب منه عنصر واحد في كل مرة وهو ده ببساطة مفهوم iterator object فبنستدعي اللي بتاعتنا هي self dot tags فالدلة دي ببساطة بتعملنا iterator object اللي بيعطينا عنصر واحد من التاجز في كل مرة اسناء الفور loop فببساطة هنا بنرجعه الكلاث اللي بنناها في المحاضرة اللي فاتت فيها مشكلة صغيرة خليني اواري هنا عندنا الكائن cloud هنستدعي cloud dot add وهمرر python واقرارها عدة مرات بعدين هغير دي كده لحرف p كبير فلو طبعت cloud of python بالحروف الكبيرة كده هنحصل على 3 فماشي كده البرنامج شغال لكن مع ذلك لو حاولت ادخل او اعمل access على الداخلية في البرنامج هيحصل له crash خلينا نشوف هحصل على exception من نوع key error لان المفتاح فكل حاجة متخزنة فيه متخزنة بحروف صغيرة زي ما احنا عاملين طيب هي فين المشكلة اصلا المشكلة في الكلاس ده هو انه بيدينا اصلا امكانية الوصول للدكشنري الداخلية اللي بتستخدم لحفظ اعداد التاجز علشان نحل المشكلة دي لازم نخفي الاتريبيوت ده بحيس ما يكونش متاح للوصول له او لاعادة التسمية في طيب علشان نخلي الخاصية دي خاصية غير قابلة للوصول من الخارج بنضيف قبل التسمية بالشكل ده دلوقتي لما نضغط هتلاقي كل الـ اتغيرت الـ دلوقتي بقى لو جينا نستخدم الكائن اللي انشاناه من لو حاولنا نستخدم الـ للوصول للخاصية مش هنلاقي الخاصية دي بتظهر حتى كمان cloud.underscore underscore tags مش هتظهر فلو حاولنا نطبع ده هنحصل على خطأ في البرنامج من نوع attribute error بيقول ان كائن التاج ما فيهوش الخاصية دي فدي كده الطريقة اللي بنخلي بيها خصائص او دوال معينة داخل الكلاس خاصة او private ما نقدرش نوصلها من بره الكلاس وده لما نبدأ التسمية بتاعتها بـ underscores فبتعتبر خاصة او private لكن لاحظ احنا كده اه خليناها private ظاهريا لكن في الحقيقة تقنيا يعني الخصائص دي ما زالت متاحة من الخارج الموضوع مجرد انه بيصعب الوصول لها بس شوية مش اكتر الهدف مش الامان الهدف هو تحذير او تنبيه اي حد بيستخدم الكلاس ده كأنك بتقوله ما تلمس ده فده خاص لكن خليني اواريك ازاي تقدر برضو توصل لها همسح الكود ده بشكل ده كل كائن او كلاس في بيستخدم عنده خاصية اسمها underscore underscore dict underscore underscore وده عبارة عن dictionary بيحتوي على كل الخصائص داخل الكائن او الكلاس ده خلينا نشوف لو طبعنا هنلاقي الخاصية دي موجودة هنا في الكلاس ده ولكن بالاسم ده underscore tag cloud underscore underscore tags فلما يشغل الكود ده بيعيد تسمية الخاصية اوتوماتيكيا ويضيف لها اسم الكلاس في البداية قبلها underscore بشكل ده هو بس مجرد انه بيصعب الوصول ليها مش اكتر او علشان تعرف ان الخاصية دي private فما تلمسهاش ولكن لو انت عرفت الكلام ده بقى يا رئيس تقدر توصل لها دلوقتي عن طريق الاسم ده خليني اواريك هنسخ الاسم ده كده وبعدين هنطبع او فيها القيم اللي اضفناها لو اضفنا لها قيم لذلك في بايسون بعكس لغات زي سي شارب او جافا مفيش مفهوم ال private members بشكل صارم فال private members في بايسون ما زالت لسه متاحة من الخارج اما استخدام ال double underscores فده مجرد اتفاقية لتجنب الوصول غير المقصود لهم فيه اوقات ممكن تحتاج تتحكم في خاصية معينة داخل كلاس على سبيل المثال خلينا نقول ان عندنا product class في الكونستركتور بنحدد خاصية ال price دي بالطريقة دي ممكن نعمل object للمنتج وندي له price ممكن ندي له ال price ده بالسالب والبيسون انتربيوتر هينفز ده عادي جدا من غير مشاكل وده مش شيء كويس طيب ازاي نمنع ده ازاي نضمن ان المنتجات بتاعتنا ما يبقاش لها سعر سالب الحل بسيط ممكن نخلي الخاصية دي private ونعرف دلتين الخاصية والتانية ستر لتحديد قيمة الخاصية هنبدأ نعرف ميسود اسمها get price هنا ببساطة بنرجع قيمة self.price وبنفس الطريقة بنعرف set price اللي بتاخد قيمة هنا بنعمل شرط لو القيمة اقل من صفر بنرمي exception من نوع value error ونكتب ان السعر لا يمكن ان يكون بالسالب ولو القيمة مناسبة بنحدد self.price بالقيمة الجديدة طيب جميل في طريقة تانية للتعامل برضو هنا بدل ما نعمل exception ممكن ببساطة نتجاهل تحديد القيمة لو كانت سالب طيب بعد ما نعمل two methods بنرجع للكونستركتور بدل ما نحدد الخاصية price مباشرة بنستدعي self.setprice ونمرر ليها القيمة الابتدائية لما بنشغل البرنامج دلوقتي منطق التحقق من البيانات ده هيشتغل وهيظهر exception لو كان فيه خطأ خلينا نشوف هيطلع لنا value error لان السعر لا يمكن ان يكون سالب الحل ده بسيط لكنه يعتبر غير pythonic pythonic هي مصطلح بيتقال كتير في مجتمع python لما نقول ان الكود ده مش pythonic بنقصد انه مش بيستخدم افضل ممارسات لغة python او مش مستغل مميزاتها بشكل كامل الطريقة دي غالبا بيكتبها مبرمجين من لغات زي جافا لما يتعلموا بايسون لاول مرة لكن في بايسون عندنا طريقة احسن لتحقيق نفس النتيجة وهي استخدام البرو بيرتي البرو بيرتي هو كائن بيشتغل بين الخاصية والمستخدم وبيسمح لك تقرأ او تعدل قيمة الخاصية خليني اوضح لك ازاي تعرف برو بيرتي هنا في البروتكت كلاس بعد ما نعرف التوم مثل دول بنضيف كلاس اتريبيوت باسم مثالي في الحالة دي هنسميها برايس مثلا هنقول بتساوي وهنا بنستخدم فانشن جهزة اسمها برو بيرتي الفانشن دي بياخد اربع معاملات وكلهم اختياريين الفانشن اللي بيرجع القيمة جتر والفانشن اللي بيحدد القيمة ستر الفانشن اللي بيحزف الخاصية ديليتر واخر برامتر للدوكومنتيشن في مثالنا بنحتاج نمرر اول معاملين اول واحد دلت الجت برايس وتاني واحد دلت الست برايس لاحظ اننا مش بنستدعي الدلتين دول يعني مش بنكتب اقواس بعدهم احنا بس بنمرر مرجع عليهم دلوقتي لما نستدعي البرو بيرتي فانشن بالمعاملات دي هيرجع لنا برو بيرتي اوبجيكت الكائن ده هيستخدم الفانشنز اللي قدمناها لقراءة او كتابة قيمة الخاصية بعد ما نضيف السطر ده ممكن نرجع للمنتج ونحدد السعر الابتدائي بعشرة لما نستخدم الدوت اوبريتور هنشوف الخاصية برايس ظهرت وممكن نستخدمها زي اي خاصية عادية وممكن نطبعها ونشوف القيمة عشرة في الترمينال وكمان نقدر نحدد لها قيمة جديدة لكن لو حاولنا نحدد قيمة سلبية هيظهر لنا لو شغلنا البرنامج هنشوف رسالة بتاعتنا طيب الخاصية برايس دلوقتي شكلها من برا زي اي خاصية عادية لكن من جوه فيها دلتين ولكن المشكلة الوحيدة هنا دلوقتي ان الدلتين اللي كتبناهم دول ما زالوا متاحين من الخارج لو كتبنا برودكت دوت هيظهر لنا الدلتين جيت برايس وست برايس الدلتين دول دلوقتي محدش هيحب النوع ده من الريموتات لانه بيبقى معقد وزحمة جدا على الفاضي الافضل ان الريموت يبقى بسيط فيه اقل عدد من الازرار لكن يقدر يعمل حاجات كتير نفس الفكرة بنطبقها على او بتاعتنا عايزين يكون عندنا اقل عدد من او الوظائف المكشوفة للخارج علشان كده عايزين نخفي الدلتين دول علشان نخفيهم ممكن نرجع نخليهم لكن ده برضو بيضيف تعقيد اضافي للكود وانما فيه طريقة احسن وابسط وانضف لتحقيق نفس النتيجة وهي استخدام ديكوريتور فاكرين قبل كده استخدمنا ديكوريتور اسمه لتحويل الانستانس الى في الحالة دي عندنا ديكوريتور تاني لانشاء بروبيرتي بدل ما نستدعي بشكل صريح علشان نعمل ممكن نستخدم على الدلة دي بعد كده بنعيد تسمية الدلة دي بالاسم المثالي في الحالة دي هنسميها لما دلوقتي يشوف الكود ده هو هيعمل طلقائيا اسمه بنفس الطريقة هنحتاج نستخدم تاني للمسود التانية اسم ده هيبدأ باسم بتاعتنا في الحالة دي وبعدها كمان بنعيد تسمية الدلة دي لنفس الاسم فالكود بتاعنا دلوقتي هيبقى انظف واقل لتعقيد مش هنشوف حاجات زي والكلام ده والشكل كده بقى احسن بكتير طيب ازاي ده بيشتغل بقى من جوه فدي حاجة معقدة شوية وانشرح بتفصيل لحقيقا ان شاء الله لكن دلوقتي كل اللي محتاج بتعرفو اني باستخدام تقدر بسهولة تعمل فيه كمان حاجة واحدة لازم نعدلها هنا وهي لاننا مبقاش عندنا لكن المماز هنا اننا ممكن نستخدم بتاعتنا زي اي خاصية عادية يعني ببساطة بنكتب بيساوي مع الشكل الجديد ده لو حاولنا نعمل بسعر سلبي برضو الكود هيظهر لو شغلنا البرنامج هنشوف رسالة دلوقتي حاجة اخيرة قبل من انهي الشرح لما بنعرف مش لازم دايما نعرف في الحالة دي لو علقنا مثلا السطور دول هنحصل على يعني ممكن نقرأ قيمة الخاصية لكن مش هنقدر نغيرها بعد ما نحددها الاول مرة يعني ممكن نحدد القيمة الاولية للسعر ولكن عشرة لكن لو حاولنا نغير القيمة بعد كده هيظهر لو كتبنا برودكت وشغلنا البرنامج هنشوف رسالة attribute error لانه مش مسموح لنا نغير القيمة دي فده كده كل اللي محتاج تعرفه عن البروبرتس لما نبني classes ممكن تلاحظ ان فيه وظائف او مميزات معينة مشتركة بين اكتر من class خليني اوضح لك بمثال هنعمل class اسمه mammal او الثدييات كل الثدييات وفيها ببساطة بنتبع it وكمان كل الثدييات لازم تقدر تمشي فهنعرف مثود تانية اسمها ووك وفيها بنتبع ووك دلوقتي هننسخ الكود ده ونعمل class جديد اسمه fish كل الاسماك برضو بتقدر تاكل لكن مش بتمشي ولكن بتسبح فهنغير المثود التانية تبقى swim وهنعدي الرسالة اللي بتطبعها ايه اللي حصل هنا لو لاحظت هتلاقي اننا قررنا الوظيفة او الدلة eat في كلا الكلاصين المشكلة ان في البرامج الكبيرة الدلة دي ممكن تكون اكثر تعقيدا من كده بكتير ومكوانة من سطور برمجية كتير وده معناه انك لو في مشكلة في المثود دي هتضطر تصلحها في كل مكان مقرر في في البرمجة عندنا مفهوم اسمه dry اختصار ل don't repeat yourself يعني ما تكرر نفسك فاوع اتكرر نفسك في البرمجة لحل المشكلة دي عندنا حلين الانهاريتنس او الكمبوزيشن ولكن اللي هنشرحه دلوقتي هو الانهاريتنس وان شاء الله هنتكلم عن الكمبوزيشن لاحقا في الكورس ان شاء الله طيب الانهاريتنس ببساطة هي الية بتسمح لنا نعرف الوظائف المشتركة في كلاس واحد وبعد كده نخلي الكلاسات التانية تورثها خلينا نشوف بتشتغل ازاي هنعرف كلاس جديد اسمه انيمال وهننقل فيه الميثود بتاعت الات دي دلوقتي المام الكلاس هيبقى ابسط علشان بقى نخليه يارث الوظيفة من الانيمال ببساطة بنضيف بالتالي بيورس منه كل الوظائف والخصائص الموجودة فيه وهنا بنقول ان الانيمال كلاس هيبقى parent كلاس او base كلاس اما المام الكلاس هيبقى عبارة عن child كلاس او sub كلاس بنفس الطريقة هنعدل الفيش كلاس برضو بحيس يارث الانيمال كلاس بدل من نقرر الدلة ايت دلوقتي لما نعمل object من المام كلاس زي مش بس الدوال او الوظائف هي اللي ممكن تورث لا كمان الخصائص ممكن تورسها من ال base كلاس لو رجعنا للانيمال كلاس وعرفنا كون استراكتور وعرفنا فيه خاصية زي الاج مثلا بتساوي واحد لما نعمل object من المام الكلاس هيبقى عنده الخاصية ايج قيمتها واحد تلقائيا خليني اوارج هنرجع هنا وخلينا نطبع m.age شغل البرنامج هنشوف النتيجة فده كان شرحة اساسية عن الانهارتنس او الوراثة في البرامج الحقيقية مش دايما بنبني كائنات زي الحيوانات والساديات والاسماك والحاجات دي الا لو كنا بنعمل لعبة مثلا لكن المثال ده لتوضيح بس لانه اسهل اكتر انك تفهم العلاقة بين المامل والانيمال ولكن لاحقا في الكرسي ان شاء الله هنشرح امثلة وقعية اكتر عن الانهارتنس في البرامج بتاعتنا في المحاضرة اللي فاتت كنا عرفنا المامل object ده دلوقتي خليني اوريك شوية built-in functions مفيدة عندنا فانكشن اسمها isInstance ودي بتقول لنا لو الابجكت ده انستنس من كلاس معين ولا لا فلو جربنا نحط m والمامل هنا طبيعي ان الام object هيكون من المامل ولما نطبع النتيجة المفروض نشوف طيب لو بدل ما نحط المامل هنا حطينا انامل لما نشغل البرنامج برضو هنشوف والسبب هو ان المامل بيورس من الانيمل فبالتالي اي object او من المامل فهو كمان يعتبر انامل دلوقتي خليني اوريك حاجة مثيرة الانيمل اللي احنا عرفناها هنا بيورس من كلاس تاني اسمه object حتى لو احنا ما اضفناش الكلام ده بشكل مباشر فاحنا عندنا كلاس اسمه object وده هو الbase class لكل الclasses في بايسون يعني اي كلاس عندنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر بيورس من الobject class ده خليني اثبت لك ده هنمسح كل عملناه ونرجع للسطر ده دلوقتي خلينا نشوف لو الام يعتبر instance من الobject لما نشغل البرنامج هنشوف true فالمامل بيورس من الانيمال والانيمال بيورس من الobject كمان عندنا built-in function تانية بتسمح لنا نعمل empty object او object فاضي لما نفحص الobject ده هنلاقي مجموعة من ودي هي اللي كل كلاس في بايسون بتمتلكها او بتورسها بشكل automatic لما تكتب m. هنشوف ان المامل class او المامل object عنده نفس الميس تزدي لانها متورسة من الكل الاساسي اللي هو الobject class في built-in function تانية ممكن تلاقيها مفيدة في مواقف معينة ودي اسمها is sub class باستخدامها نقدر نعرف اذا كان class معين بيورث من class تاني ولا لا خلينا نشوف لو المامل sub class من الانيمل لما نطبع النتيجة طبيعي هنشوف true طيب لو بدلنا animal بobject برضو هنشوف true لان المامل بشكل غير مباشر بيورث من الobject class في المثال ده عندنا animal class في conistractor بنعمل فيه تهيئة للage attribute بقيمة واحد طيب لو حبينا نضيف conistractor للمامل class ونحط فيه الخاصية weight خلينا نجرب ونشوف اللي هيحصل علشان نوفر وقت هننسخ السطرين دول ونحط هم في المامل class بدل ما نستخدم الage attribute هنخليه weight attribute ونحط قيمته باتنين مثلا دلوقتي خلينا نحاول نطبع m.age والm.weight لما نشغل البرنامج هيظهر attribute error بيقول ان المامل object ما عندوش edge attribute السبب هو ان الكونستركتور اللي في الانيمال class ما تنفس بمعنى تاني الكونستركتور اللي عرفناه في المامل class استبدل الكونستركتور اللي في base class وده اللي بنسميه method overriding يعني استبدال او تعديل method معينة في الbase class طيب ماذا لو عاوزين ننفذ الكونستركتور بتاع الانيمال class كمان علشان نعمل تهيئة للage الموضوع سهل جدا في الكونستركتور بتاع المامل class نقدر نستخدم السوبر function اللي بتدينا صلاحية الوصول للbase class وفي الحالة دي هو الانيمال فالسوبر function دلوقتي هتدينا زي مرجع كده للانيمال class فبالتالي نقدر نستدعي اي method في الانيمال class زي الانيت مثلا دلوقتي علشان نشوف ترتيب التنفيذ هنتبع print statements هنا في الكونستركتور بتاع المامل هنتبع مامل كونستركتور مثلا وفي الكونستركتور بتاع الانيمال هنتبع animal كونستركتور لما نشغل البرنامج هنلاحظ ان الاول تم استدعاء الانيمال كونستركتور وهنا هيكون حدد قيمة الage بواحد بعد كده المامل كونستركتور اشتغل وحدد قيمة الويت باثنين واخيرا طبعنا واحد واثنين كنتيجة لجملتين الطباعة اللي هنا دول ندر كمان نغير ترتيب استدعاء الميثود وممكن نخلي استدعاء الكونستركتور بتاع الانيمال يحصل بعد ما نخلص الشغل الاساسي في المامل كونستركتور لما نشغل البرنامج دلوقتي هنلاقي ان المامل كونستركتور اشتغل الاول وبعد كده الانيمال كونستركتور فدلوقتي لتلخيص الميثود اوفررايدنج معناها استبدال او تعديل لميثود موجودة في البيز كلاس في الحالة دي احنا عدلنا دلة الانيت اللي عرفناها في الانيمال لو ما كناش كتبنا السطر الخاص بالسوبر دوت انت التنفيذ كان هيستبدل الدلة انت اللي في الانيمال كلاس بالكامل بص احنا شفنا ان الانهارتنس حاجة كويسة جدا لانها بتمنع تكرار الكود وبتخلينا نقدر نعيد استخدامه مثلا هنا عندنا بيرد كلاس اللي بيورس من الانيمال كلاس فبيورس كل الخصائص اللي موجودة في الانيمال كلاس في المثال ده احنا بنعيد استخدام اليت مثود هنا وده شيء جميل لكن زي ما بيقولوا ازيادة عن حدها تنقلب لضدها وده حقيقي جدا بالنسبة للانهارتنس لان الانهارتنس الكتير بين الكلاس بيزود التعايد وبيسبب مشاكل كتير خليني اديك مثال هنا هنعرف كلاس اسمه تشيكن طبعا الفرخة بيرد فممكن تخليها تورث من البيرد كلاس وهنا هنستخدم باس علشان نعرف كلاس فاضي زي ما قلت لك قبل كده باس عبارة عن مش بتعمل حاجة احنا بنستخدمها بس علشان ما ينفعش نخلي البلوك فاضي وإلا هيظهر طيب المشكلة هنا عندنا في كلاس المشكلة ان كل خصائص بس الفرخة رغم انها طائر إلا انها ما بتعرفش الطير فبالتالي بالتنفيذ ده ممكن أعمل وستدعي الفلاي مثود عليه وده مثال على إساية استخدام الإنهارتنس مثال تاني على إساية استخدام الإنهارتنس هو في مفهوم الإنبلويز أو الموظفين بعض الناس ممكن تفكر في البرنامج بتاعها فبتقول أن الموظف هو شخص والشخص هو كائن حي والكائن الحي هو شيء وهكذا ده اللي بنسميه واللي ممكن يعظم التعايد بشكل كبير جدا جدا في البرنامج لو فضلت تفكر بالأسلوب ده ممكن ينتهي بك المطاف أنك عاوز تعمل نموذج للكون كله تقريبا وده شيء سيء جدا لأن مجرد أن الموظف في الواقع شخص والشخص كائن حي ده مش معناه أنك لازم تعمل classes بالطريقة دي في البرنامج بتاعك الميثوز اللي بتضفها في الclasses بتاعتك موجودة في الحقيقة علشان تحل بيها مشكلة معينة ده هو هدف البرنامج بتاعك يعني مجرد أن الحيوان بيأكل في الواقع ده مش معناه أن الانيمال class لازم يكون فيه eat method إلا إذا احتجت ده فعلا في البرنامج بتاعك فهمت الفكرة اللي عاوزة وصلها لك كده صح؟ طيب عشان كده المالتي ليفل inheritance لازم تتجنبه تماما لو هتستخدم inheritance خليه محدود لمستوى أو اتنين بكتير لو زودت أكتر من كده صدقني هتتسبب لنفسك في مشاكل كبيرة في بايثون ممكن الكلاس يكون له أكتر من base class يعني ممكن يكون فيه multiple inheritance مثلا هنا عندنا المانجر class وعنده base classes emblewe وperson وده اللي بنسميه multiple inheritance وبرضو زي المالتي ليفل inheritance ممكن يسبب مشاكل خليني أوريك مثال في الامبلwe class عندنا greet method واللي بتطبع ببساطة emblewe greet وفي الperson class عندنا نفس الميثود بالضبط بس بتطبع رسالة مختلفة دلوقتي المانجر class ما فيهوش أي كود خاص بيه وبيورس كل خصائص الامبلwe والperson طيب تفتكر ايه اللي هيحصل لو عملنا manager object واستدعينا الgerit method لما نشغل البرنامج هنشوف emblewe greet لأننا كتبنا الامبلwe class الأول لما البيسون interpreter يحاول ينفذ السطر ده هيبص الاول على المانجر class علشان يشوف لو فيه مثود اسمها greet لو ما فيش هيبص على اول base class اللي هو الامبلwe لو لقاها هينفذ ويوقف هنا لو ما لقاش greet هناك هيبص على الكلاس التاني اللي هو البرسون طيب ليه ده مشكلة لأن لو بكرة مبرمج تاني جه وقرر يغير ترتيب لأي سبب البرنامج النتيجة هتتغير فزي المالتي level inheritance المالتي بل برضو ممكن يسبب مشاكل كتير في البرنامج وهينتج عنها classes بتورس خصائص وظائف مش مفروض تورسها زي الفرخة اللي بتطير كده طيب السؤال هنا لو المالتي بل 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 اللي صحيح فلو اللي هنا مثلا classes صغيرة جدا ومجرد تماما ومتأكد ان ما فيش فيها ومش هيكون فيها حاجة مشتركة بينهم وعايز تورس خصائصهم في كلاس منفصل فده تمام خليني اواريك مثال كويس على ممكن نعمل كلاس اسمه وده لأي كائن بيعرف يطير هنضيف فيه بنفس الطريقة ممكن نعمل كلاس تاني اسمه swimmer وده لأي كائن بيعرف يعوم دلوقتي زي ما شايف الكلاس دي صغيرة جدا ومجرد تماما ومفيش فيها حاجة مشتركة دلوقتي نقدر ندمج خصائص الكلاس دول ونعمل حاجة زي flying fish وده هيكون كائن بيعرف يطير ويعوم فهو هيكون وفي نفس الوقت swimmer وده مثال جيد ظريف على multiple inheritance دلوقتي خلينا نبص على مثال كويس لفكرة الانهارتنس هنفترض اننا عاوزين نمثل فكرة stream of data تضفق البيانات ممكن نقرأ stream of data جاي لنا من ملف او من network او من الذاكرة او الممري كل الانواع دي من streams لها حاجات مشتركة زي اننا نقدر لها open يعني او نقفلها close وممكن كمان نعمل read data نقرأ بيانات منها لكن الطريقة اللي بنقرأ بيها البيانات بتختلف حسب نوع stream يعني قراءة البيانات من فايل مش زي قراءتها من network فخلينا نبدأ بتعريف base class ونسميها stream في class دي هنعرف methods زي open و close دلوقتي هنبدأ بتعريف الopen هنا ممكن نقول اننا محتاجين flag علشان نعرف اذا كان stream مفتوح ولا لا فهنعرف con instructor وفيه هنعمل initialize لل opened flag انه يبقى false لما نستدعي الopen method هنخليه يبقى true طيب لو حاولنا نفتح stream وهو اصلا مفتوح فدي هتكون عملية مش مسموحة فممكن نرمي exception هنشيك لو ايه هو نوع exception ده احنا مش عاوزين نعمل value error لاننا مش بنتعامل مع value او قيمة هنا فممكن نعمل custom exception او نوع exception احنا اللي هنعمله ونسميه مثلا invalid operation error نوع exception ده مش موجود في بايسون جاهز ولكن احنا اللي هنعمله بنفسنا علشان يمثل المفهوم اللي محتاجين نعمله في البداية هننشئ كلاس جديد اسمه invalid operation error وبحسب القاعدة والاصطلاح كل custom exceptions لازم اسمها ينتهي ب error طيب الكلاس ده لازم يورس من exception class في بايسون وبس كده ده كل محتاجين نعمله ومش محتاجين اي كود فيها فهنحط pass statement طيب نرجع لو اللي مفتوح بالفعل هنعمل ريز بتاعنا اللي احنا عاملينه وهنا ممكن ندي رسالة واضحة زي stream is already open مثلا فدي كده الopen method دلوقتي خلينا نعرف نفس الفكرة تقريبا فهننسخ الكود علشان نوفر وقت لكن هنا هنشيك لو الستريم مقفول اصلا فهنقول لو if not self dot open لو كان كده هنرفع نفس مع تغيير الرسالة ل stream is already closed واخيرا هنغير opened يبقى false فدي كده الوظائف او الحاجات المشتركة اللي هنحتاجها في كل stream دلوقتي هنروح نعمل file stream هنعرف class جديد اسمه file stream واللي هيورس من stream class زي ما قلنا طريقة قراءة البنات من الفايل مختلفة عن قراءتها من ال network فنعمل method اسمها read ولتبسيط هنا هنخليها تطبع رسالة زي reading data from a file مثلا دلوقتي هنقرر الكود ده بس هنغيره ل network stream هنعرف class جديد اسمها network stream وهنغير رسالة ل reading data from a network المثال ده بيوضح فكرة الانهارتنس بشكل كويس عندنا هنا single level inheritance مستوى واحد من الكلاص الاساسي او مع sub classes عندنا stream class في القمة وتحت classes فرعية زي file stream network stream وكمان مفيش عندنا multiple inheritance هنا فكل class فرعي له parent واحد بس طيب هنكمل المثال ده من النقطة اللي وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت في مشكلتين في implementation ده اول مشكلة هي اننا ممكن ننشئ stream object ونستدعي open method عليه ليه دي مشكلة لان stream class ده abstract concept مفهوم مجرد يعني ايه اصلا تفتح stream هو احنا شغالين مع file stream ولا network stream اين هو اللي بنتعامل مع ده علشان كده مش المفروض نقدر ننشئ instance من stream class مباشرة لأ لازم دايما نعمل sub class وننشئ instance من sub class ده دي كانت المشكلة استخدامه في انواع مختلفة من stream المشكلة التانية لو بصيت على تنفيذ file stream network stream هتلاحظ ان class دي فيها method اسمها read طيب لو قررنا بكرة نعمل نوع جديد من stream لازم نفتكر ننفذ read method دي ونسميها بالزبط read لو سمناها read line او read str او اي اسم تاني مش هيكون فيه تناسق في الانواع دي من streams بمعنى اخر حاليا مفيش طريقة تفرد بها interface موحد على الانواع المختلفة من streams ولكن هيكون افضل لو عندنا زي contract او عقد كده الزامي او interface موحد لكل الانواع دي والحل علشان نعمل كده هو استخدام abstract base class فهنا بنحتاج نستخدم حاجة اسمها abstract base class والفكرة في دي انها عاملة زي قطعة الكيك كده اللي لسه ما استوتش او مش جهزة تماما للاستخدام لكن الغرض من الكود اللي فيها ده ان يوفر كود مشترك يتم استخدامه في اي classes او انواع مشتقة من دي بعد كده علشان كده عايزين نخلي ده يكون abstract base class من الموديول ده هنستورد apc class وال abstract method function واللي هنستخدمها كdecorator لاحظ لازم تكتب الكود زي ما هو كده بالظبط اسم الموديول بيبقى كله بحروف صغيرة lowercase واسم class بحروف كبيرة uppercase دلوقتي علشان نخلي stream class ده abstract لازم نخليه يورس من apc class تمام دي اول خطوة الخطوة ومع الوقت ممكن نضيف write method كمان وهكذا فهنا بنعرف read method لكنها مش هتكون لها اي تنفيذ او فببساطة بنكتب post دلوقتي لازم نضيف abstract method decorator بالخطوتين البوساط دول بنحل المشكلتين اللي اتكلمنا عنهم في المحاضرة دي دلوقتي لما نحفظ التعديلات ونشغل البرنامج هنلاقي الخطأ ده ببساطة لما يكون فيه class في abstract method بيتم اعتباره abstract class ومش ممكن نعمل منه instance يعني مش هنقدر ننشئ منه نسخة او object علشان كده لما نشغل البرنامج بنلاقي type error تمام دلوقتي خلينا نبص على المشكلة التانية فلنفترض اننا عايزين بكرة نعمل نوع جديد من الستريم ونسميه memory stream وهيورث برضو من الستريم class في البداية هنكتب boss ونحاول ننشئ memory stream object لكن مرة تانية هنلاقي خطأ تاني وهو ما ينفعش ننشئ instance من الكل class ده غير لما نعمل implementation الاول للread method جواها ايه اللي حصل هنا في الستريم class كنا عرفنا abstract method اسمها read خلينا نبص عليها هي دي لو اي class بيشتق او بيورث من الستريم class لازم يطبق او يعمل للميثود دي وإلا الكل class هيعتبر برضو طيب في المثال ده الكل جديد هيعتبر برضو لكن لو عاوزين نخليه يعني نقدر ننشئ منه لازم نطبق او ننفذ جواه read method فهنعرف read method هنا ونخليها تعمل اي حاجة وليكن نخليها تطبع reading data from memory stream دلوقتي class بقى concrete class ونقدر ننشئ منه النسخة كمان بيمشي مع contract او العقد الملزم او الانترفيس بتاع stream class فكل الستريم زي بتاعتنا دلوقتي بقى فيها read method في المحاضرة اللي فاتت اتعلمت عن abstract base class كمثال اضافي هنا عرفت abstract base class اسمها UI control الكلاص ده في abstract method اسمها draw وزي ما انت شايف الموسود دي مفيش فيها اي تنفيذ او implementation يعني الكلاص ده بيحدد بس العقد او الانترفيس اللي كل الكلاص اللي بتشتقي منه لازم تتبعوا تمام دلوقتي عندنا كلاسين بيشتقوا من UI control الاول هو text box والتاني اسمه drop down list كلا الكلاصين دول بيطبقوا draw method في class text box بنتبع text box وفي class drop down list بنتبع drop down list لحد دلوقتي مفيش حاجة جديدة تمام كمان عندنا دلة اسمها draw المفروض الدلة دي بتاخد UI control object كبرامتر وبتستدعي draw method بتاعته طيب باستخدام الكلام ده ممكن ننشئ كائن من نوع drop down list ونمرره للدلة دروب بالشكل ده وده مفروض هيشتغل بشكل سليم لان drop down list بيعتبر instance من UI class علشان نتأكد من ده هنستخدم الدلة اس instance ونمرر لها الكائن DDL وكذلك هعلق السطر ده نحفظ التغييرات ونشغل البرنامج والنتيجة هتكون true يعني كائن drop down list بيعتبر instance من UI control وده معناه انه في اي مكان متوقع فين استخدم كائن من النوع UI control ممكن نمرر اي كائن من القلاصات اللي بتشتقي منه زي او drop down list جميل طيب خلينا نحزف السطر ده ونستدعي الدلة draw باستخدام الكائن DDL ايه اللي هنشوفه هنلاقي النتيجة drop down list طيب ماذا لو مررنا كائن من نوع text box للدلة دي خلينا نشوف هننشئ كائن text box ونمرره للدلة draw لما نشغل البرنامج المرة دي النتيجة هتكون text box طيب ممكن تسأل دلوقتي ايه الهدف من ده طيب خلينا ناخد الموضوع لمستوى اعلى ونخليه اكثر اصارة هغير دلة الدرو بحيس بدل ما تستقبل كائن control واحد تستقبل list او طبل من controls فهنسمي البرامتر الجديد controls وهنا هنستخدم for loop علشان نمر على كل كائن داخل controls لكل control هنستدعي الدرو method بتاعته دلوقتي هنا هنمرر list فيها كائنين drop down list وال text box نشغل البرنامج ونشوف النتيجة زي المتوقع هنشوف رسالتين drop down list و text box فباستخدام الطريقة دي ممكن نعمل render لليوزر انترفيس بتاع التطبيق تخيل عندنا فورم في مجموعة من text boxes والdrop down list والradio buttons وهكذا ممكن يكون عندنا list بكل الكائنات دي ونمررها لدلة زي الدرو والدلة دي هتتولى مسئولية عمل render لكل الفورم على الشاشة الشيق هنا اندلة الدرو مش بتعرف ايه هو نوع الكنترول اللي بتتعامل معاه النوع بيتحدد وقت التنفيذ او run time الدلة ببساطة بتمر على list من الكنترول وبتستدعي الدرو مسد لكل كائن ده اللي بنسميه polymorphism تعدد الاشكال او الانماط كلمة اشكال كثيرة او عديدة في المثال ده الدلة درو بتاخد اشكال مختلفة وده بيتحدد اثناء وقت التشغيل او run time ممكن نكون بنستدعي الدلة درو على text box او drop down list او radio button وهكذا وده مثال كلاسيكي لل polymorphism اللي شفته في المحاضرة اللي فاتت كان مثال كلاسيكي لل polymorphism علشان behavior فبنبدأ بتعريف base class وفي الكلاس ده بنحدد السلوك المشترك او الدوال المشتركة اللي محتاجينها في الفئات المشتقة منه او الابناء بكده بنحقق سلوك متعدد الاشكال في دلة الدرو دي هنا عند استدعائها بناء على نوع كائن ال control اللي بتتعامل معه وقت التجهيل او run time دلة بتاخد شكل اللي مختلف ممكن تكون الدرو مثود الخاصة بتكست بوكس او راديو بوتن وهكذا وده هو طريقة عمل في معظم اللغات اللي بتدعم الكلاسات لكن لان بايسون لغة دايناميكالي تايبد مش شرط نستخدم ال ui control كبز كلاس هنا بمعنى تاني لو حزفنا الكلاس ده كلينا نحزفه دلوقتي كمان لازم نحزفه من الاماكن اللي استخدمناها فيه بعد التغيير ده بعد التغيير ده ما زلنا هنقدر نحقق سلوك متعدد الاشكال برضو والبرنامج مش هيقول لا طيب ليه ده بص على controls parameter ده كده مفيش حاجة هنا محددلنا نوع البرامتر ده هيكون ايه بالزبط صح هو مجرد label او اسم ممكن نمرر اي نوع من الكائنات للدلا درو طالما الكائن ده اترابل قابل للتكرار بايسون هيكون راضي عليك ومش هيقول لا لان عند السطر ده احنا بنعمل لوب على الكائن ده فالكائن مدام اترابل فهو تمام بالتالي تقنيا ممكن نمرر string او list او top او dictionary او اي حاجة تانية قابلة للتكرار هنا بنفس المنطق من UI control class ولا لأ طالما الكائنات دي فيها فبايسون ما عندوش مشكلة وهيكون راضي وتمام وشغال وده اللي بنسميه يعني لو الكائن بيمشي زي البطة وبيعمل صوت زي البطة فهو بطة ده هو اسلوب عمل بايسون لانها لغة ومش بتفحص نوع الكائنات هي بس بتدار على وجود دوال معينة في الكائنات بمعنى اخر في الحالة دي عند السطر ده بايسون بيدار بس على وجود دلة اسمها draw فلو الكائن فيه دلة درو بايسون هيفترض انه UI control وده بالضبط زي ما بنقول لو بيمشي زي البطة وبيعمل صوت زي البطة يبقى هو بطة فلذلك هنا علشان نحقق سلوك متعدد الاشكال ال polymorphic behavior مش شرط يكون عندنا base class زي UI control لان بايسون بتدعم ال duck typing تمام فهمنا كده ولكن مع ذلك وجود UI control بيعتبر ممارسة جيدة لانه بيفرض عليك او بيلزمك بوجود انترفيس مشترك او زي عقد مشترك كده واجب تنفيذه على كل الفئات المشتقة منه وده بيضمن ان كل الانواع المشتقة من UI control هيكون عندها draw method في بايسون ممكن كمان نستخدم الانهارتنس مع الانواع المدمجة او البلتن تايبس على سبيل المثال ممكن نعمل class اسمه text ونخليه يورس من class المدمج string بكده class اللي عملناه هيورس كل خصائص السلاسل النصية في بايسون وفي نفس الوقت ممكن نضيف له خصائص جديدة على سبيل المثال ممكن نضيف خاصية لتلخيص النص او تكراره وهكذا فخلينا نعرف دلة اسمها duplicate بتاخد self في الدلة دي ببساطة هنرجع self زائد self طيب خليني اوضح اللي بيحصل هنا زي ما قلت لك قبل كده self بيمثل الكائن الحالي اللي هو في الحالة دي هيكون من نوع string فاحنا هنا بنجمع نص مع نفسه دلوقتي نقدر بسهولة نستخدم class التكست ده خلينا نضيف كلمة python ونخزن النتيجة في متغير واحز كائن التكست عنده كل الدوال المتعلقة بالنصوص في python فممكن نحوله للحروف الصغيرة lower case ونتبعه ودي النتيجة كمان ممكن نستدعي الدلة بتاعتنا اللي احنا عاملينها دلوقتي duplicate علشان نقرره باستخدام الدلة الجديدة بتاعتنا دي لما نقرر النص هنحصل على string جديد واللي هو python python فالكلام ده جميل ومفيد جدا مش كده كمثال تاني ممكن كمان نضيف خصائص اكتر على القوائم او الليست في بايسون فخلينا نعرف class جديد اسمه trackable list مثلا وهيورس من class المدمج list دلوقتي عايز اعمل override او عدل على دلة الabend فكل مرة نضيف عنصر او object جديد للقايمة باستخدام الدلة abend عايزين نطبع رسالة على الترمينل خلينا نطبع مثلا abend called بعد كده هنستدعي دلة الabend الاساسية الخاصة بالbase class او الsuper class او الكلاص الاساسي فبنستخدم super abend وانمرر العنصر كده احنا بنعمل extend بنعمل زي تمديد كده او بنضيف تعادلات بس لدلة الabend بتاعة list class انما مش بنستبدلها بشكل كامل تمام دلوقتي ممكن ننشئ list object باستخدام class trackable list نستدعي دلة الabend ولما نشغل البرنامج دلوقتي هنشوف الرسالة على الترميل فزي اتعلمت اننا بنستخدم الكلاصات علشان نجمع البيانات والوظائف في وحدة وحدة لكن لما تشتغل على برامج اكبر ممكن تواجه class مفيهاش اي سلوك مفيش فيها اي دوال فيها بس بيانات عندنا هنا مثلا عندك class اسمه point فيه اتنين attributes خاصيتين x و y الكلاص ده مفيهوش اي دوال دلوقتي ممكن ننشئ كائنين من النوع ده مثلا b1 ونخليه يساوي point جديدة بقيمة x1 y 2 ونفس الشيء برضو في b2 طيب دلوقتي لما نقارن الكائنين دول ونعرض النتيجة هنشوف false لان الكائنين دول متخزنين في اماكن مختلفة في الذاكرة بشكل افتراضي بايثون بيقارن الكائنات بناء على مكان تخزنها في الذاكرة فلو متغيرين بيشيروا لنفس الكائن في الذاكرة بيعتبروا متسويين في المثال ده كائنات الpoint بتاعتنا b1 و b2 موجودة في مكانين مختلفين حتى لو كان عندهم نفس الخصائص متساوية علشان اثبت لك ده هنستخدم الدلة المدمجة id الدلة دي بترجع الادرس او عنوان الموقع في الذاكرة اللي الكائن مخزن فيه خلينا نشوف عنوان b1 و b2 زي ما شايف الكائنات دي موجودة في مكانين مختلفين في الذاكرة طيب علشان نحل المشكلة دي عند مقارنة كائنات الpoint محتاجين نرجع هنا وننفذ magic method اسمها eq الدلة دي بتاخد self و other وهنا نقارن self.x مع other.x وسelf.y مع other.y دلوقتي لما نقارن الكائنين b1 و b2 هنحصل على true وبالتالي المشكلة اتحلت لكن مع ذلك كتابة كل الاكواد دي للكلاسات اللي بتحتوي على بيانات فقط مفيش فيها اي دوال او methods زي الكلاس دي كده فدي حاجة مرهقة شوية لو بتتعامل مع كلاسات مفيهاش اي سلوك او دوال مجرد بيانات بس ممكن تستخدم حاجة اسمها named double بدل استخدام الكلاسات العادية خليني اوضح لك ازاي ده بيشتغل هنمسح الكود ده في الاعلى من موديول ال collections محتاجين نستورد دلة named double بنستدعي الدلة دي واول حاجة بنمرر اسم النوع الجديد اللي عايزين ننشؤه كأول argument فنسميه point لاحظ اننا هنا بنمرر الاسم كstring هنا الارجومنت التاني بنمرر array فيها اسماء الحقول او الخصائص اللي محتاجينها عايزين كائنات ال point يكون فيها خاصيتين x و y فالدلة دي كده دلوقتي بترجع named double فممكن نخزن ال name double اللي بترجعه هنا لاحظ اننا بنستخدم الباسكال case في التسمية زي ما بنسمي الكلاص كده لان ال point هنا بتمثل نوع زي الكلاص فدلوقتي ممكن نستدعيه لانشاء كائن جديد من النوع point لكن هنا بدل من مرر القيم بشكل عشوائي كده لأ لازم نستخدم ال key word arguments فلازم نحدد نقول ان x بيساوي 1 y بيساوي 2 اول ميزة هنا ان الكود اصبح اوضح واقل غموض مش محتاجين نتساءل ايه هي القيم دي مع ان مفهوم ال point بسيط وسهل نتوقع ان ال 1 وال 2 بيمثله x و y لكن في بعض الاحيان عند انشاء كائنات ممكن تمرر قيم غامضة وصعبة على الاخرين فهمها لكن باستخدام ال key word arguments الكود هيبقى اوضح الميزة التانية اننا مش محتاجين او مضطرين دلوقتي ننفذ دلة magic method اضافية في الكود للمقارنة بين الكائنات فزي ما توقعت دلوقتي لو عندك كائنين من النوع point بنفس الخصائص تماما ممكن تقارنهم بسهولة وتحصل على النتيجة المتوقعة فلو بتتعامل مع كلاسات مفيهاش غير بيانات ومفيهاش دوال فلنمد طبل ممكن تكون بديل افضل لانك هتكتب كود اقل والنمد طبل افضل من الطبل العادية لانها بتحتوي على خصائص مشابهة لخصائص الكلاسات مثلا لو طبعنا b1.x هتشوف واحد لكن خد بالك فلو حاولت اتغير قيمة b1.x وشغلت البرنامج هيظهر attribute error لانك مش مسموح تعدل خصائص النمد طبل بعد انشاءها ولكن لو فعلا محتاج تعدل على قيمة معينة هتحتاج ساعتها تنشئ كائن جديد مثلا تعيد تعيين b1 لبوينت جديد وتحدد x بعشرة y باثنين فده كده كان كل حاجة عن النمد طبل ترجمة نانسي قنقر